بالمناسبة برضو انا مش مع الناس قوي اللي بيتميل لفكرة احنا صرفنا ايه وقدي ايه وازاي صرفنا كل ده الرياضة بيتصرف فيها فلوس واكتر من كده كمان في كل حتة في الدنيا والرياضة فكرة الصرف على الرياضة ده في حد ذاته لها ابعاد كثيرة جدا مجتمعية مش بس مسابقات وبطولات وان كان ضروري ان احنا نرفع على المصر في كل المحافل الدولية في الرياضة في حكاية النهاردة هقولها لك وهتسمعها الاول مر انا بيش دعوه بالفلوس اللي تصرفت على الابطال ولا على الاتحادات زي ما قلتلك دي فلوس بتتصرف ومفهوم بتتصرف لابعاد كثيرة رياضية ومجتمعية على الرياضة لما سفرنا الولمبيات اللجنة المنظمة للولمبيات بتسلم كل بعثة عدد من السيارات ممكن يبقى معاهم سوائين للسيارات دي وممكن انت تاخد السيارات تستخدمها لو انت معاك رخصة دولية وتعرف تتحرك بالسيارة يعني فبعستنا الولمبية دون تحديد اسماء يعني مش حدد الاسماء دلوقتي دون تحديد اسماء خدوا السيارات دي وبدأوا يتجولوا في باريس بالسيارات ساؤل عربية وتجولوا ماشي عادي بيعملوا مشاوير بيروحوا من مكان لمكان من قوتيل لقوتيل من ملعب لملعب مفهوم يعني ما شاء الله يا جماعة احنا متعودين انتو عارفين في الحاجات بتاعة المخالفات المرورية دي فاحنا بعستنا الولمبية ارتكبت كثير من المخالفات المرورية وبالتالي فيه غرامات على بعستنا المصرية بسبب هذه المخالفات المرورية الرقم كبير عشان الرقم بتحسب باليورو والمخالفة تمنها غالي هناك اوي يعني ما تركن غلط تركن في مكان غلط تمشي عكس تتجاوز السرعة دي حاجات تمنها غالي اوي 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 في اوروبا وبالتالي احنا عندنا مجموعة من المخالفات قدامها تمن باهز وكبير باليورو لما انترجموا مصري فهيطلع الرقم كبير كبير اوي كبير اوي على فكرة ان احنا في مخالفات مرورية يعني بس كبير فارجو ان ده ينضم في فكرة التحيات عشان مين اللي هيتحمل الفلوس دي هاي اللي كان راكب العربية ولا هيتحملها من جيبه ولا البعث الأولمبية المصرية هي اللي تتحملها كدولة كلجنة أولمبية مين اللي هيتحمل ده نبقى نعرف الايام اللي جاية حاجة تقدر تبدو صغيرة وتشوفها تفهم بس الرقم باليورو ممكن يوصل لأكتر من المليون جنيه واكتر كمان شويتين ثلاث بيحكي اشتركوا في القناة